أنا أفتخر من أشوف عدي نقاط وعندي سرايب السابعة ويقولون هذه أحد نقاط الفرقة السابعة اللي هي أبعد نقاط الجيش العراقي على الحدود السورية العراقية أو على الحدود الفاصلة ما بين قيادة عمليات غير بنينوى وقيادة عمليات الجزيرة أنا أفتخر وأفرح أفتخر لأن هذا تعبكم وأفرح لأنه هذا مكانكم نشوفه حلو كن حريصاً على وحدتك حرسك على بيتك شعار اتخذه الطباط والمنتسبون ليكون دليل عمل لهم إذ افتتح قائد فرقة المشاة السابعة السرية الثانية النموذجية شمالي نهر الفرات ومنطقة الخورة يأتي ذلك حسب توجيهات المراجع في وزارة الدفاع الخاصة بتوفير وسائل الراحة والخدمات للمقاتلين فضلاً عن خلق روح المنافسة بين الجميع حقيقة بناء على توجيهات سيد المعالي وسيد رئيس أركان جيش المحترمين المباشرة ببناء نقاط نموذجية حيث قامت فرقة المشاة السابعة بمستوى بناء ثلاث نقاط كل شهر لكل فوج الاهتمام بمنام المراتب يجب أن تكون منامات نموذجية كانت سابقة كرفانات أو ما شابه حالياً حولناها من كرفانات إلى بناء مثل ما لاحظت وشفتها نصب مولدة تغطي مقر السرية هذا المولد تعمل أكثر شيء في أوقات الليل وعلى هامش هذا الافتتاح التقى قائد الفرقة عدداً من الطباط المنتسبي السرية موجهن الشكر والامتنان على ما بذلوه من جهود كبيرة أسهمت في الارتقاء بالعمل مؤكداً في الوقت ذاته على اتخاذ أقصى تدابير حيطة والحذرة وعدم الغفلة موجهن بتلبية كافة متطلباتهم واحتياجاتهم عشرت فرقة المشاة السابعة المتمثلة بلواء المشاة السابعة والعشرون ببناء السراي النموذجية والنقاط النموذجية حيث اكتملت سرية المشاة الثانية فوج المشاة الثانية لواء المشاة السابعة والعشرون من إكمال التحصين من ناحية الأبراج ومن ناحية الساتر ومن ناحية الشؤون الإدارية كل الشكر والتقدير إلى سيادة القادة المحترم فوق السابعة وإلى ما راجعنا وليس الكان الجيش نشكروا على بناء السرية والسرية ليس مجرد بنيان بل زادت معنوياتنا وأبراج محصنة بصورة صحيحة وتوفير الماء البارد والمنام الجيد وصارت هذه السرية نموذجية وكل الشكر والتقدير لهم ويأتي افتتاح هذه السرية ضمن الأعمال الكبيرة المميزة والاهتمام الحديث لكبار الضباط مقاطع المسؤولية والمقاتلين وذلك الوصول إلى مستوى عالي من الجاهزية من منطقة الخور شمال نهر الفرات علي سامي إعلام وزارة الدفاع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة